قال زكي القاضي مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني إن الطلاب المشاركين اقترحوا تعزيز الفرص التنفسية في الانتحادات الطلابية كما طالبوا بتوفير مقرات ومضاعفة الميزانية وتم تقديم اقتراح بحصول الطلاب والموظفين على دورات تدريبية لتكون لديهم قدرة على الإدارة بما يخص الاتحادات الطلابية الطلاب اقترحوا أنهم عايزين تعزيز الفرص التنفسية في الاتحادات الطلابية عايزين مقرات ليهم لاتحادات الطلابية عايزين الموازنة بتاعت الاتحادات الطلابية تبقى معهم وتضاعف إنهم يبقوا مسؤولين عنها فيعرفوا يودوا الحتة دي هنا يعدوا يودوا الحتة دي هنا كمان فيه اقتراح عظيم يعني وقفت عنده كتير إنهم عايزين الاتحادات الطلابية في جامعات مص وموظفين رعاية الشباب ياخدوا دورة أو تدريب في الأكاديمية الوطنية للتدريب بعد ما يفوزوا على طول فده بيصنع معهم إنهم يبقوا قيادين اللي هدايهم قدرة على الإدارة لما بياخدوا هذا البرنامج وأظن التوصية دي هتبقى مهمة جدا وبإذن الله تجمل فيها التوصيات النهائية للحوار الوطني أو لجنة الشباب فيما يخص التمكين السياسي القوة السياسية والحزبية النهاردة بصراحة عملت حاجة عظيمة لغاية إن هي أرسلت أمناء الشباب وكل رجال من الأحزاب المصرية شباب فالنهاردة بيتكلموا على دور العمل السياسي زي نعمل عملية التمكين السياسي طبعا الدولة المصرية في حقيقتها في العقد الأخير تحديدا حققت إنجازات عظيمة فيما يخص أمثلة زي تنسيقية شباب الحزاب والسياسيين والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب ونواب المحافظين ومساعدين الوزراء ونواب الوزراء وكل هذه الأشكال من أشكال الدعم لكن هم هنا برضو محتاجين برضو دعم أكتر ومحتاجين يعني طمعانين فكرة مسادة الرئيس إن يدعم هذا الاتصال على طول لنبقى عندنا نمازج طول الوقت من التمكين السياسي ونعملهم عملية التدريب والتأهيل في الأول وبعدين نعملهم عملية التمكين السياسي